معكم عمر المجالي من بودكاست يوماً ما The One Day Podcast في كل حلقة رح أستضيف أشارك معكم قصة نجاح عربية مثيرة وملهمة لهدف نشر الوعي عن الأدوات والمهارات المهنية والذهنية والحياتية اللي بتمكننا من كتابة قصة نجاحنا الخاصة فينا يوماً ما اليوم بـ 2022 وعن جد يتركوا أثر بالمكان اللي هم من فيه ولأن نعمل هذا الإشي أهم إشي يكون عن جد عندنا لياقة عقلية at least عالية enough إنها تساعدنا to cope مع كل التغييرات والتغييرات اللي عم بتصير بحياتنا اليوم الناس بلشت فيه وتصحصح على أهمية الصحة النفسية والعقلية في حياتنا اليومية والعملية واليوم عم نلاقي الناس أكتر وأكتر عم تحكي وعم تهتم بهذا الموضوع وبش بس هيك عم نلاقي الناس عم بتشارك تجاربها الخاصة عند مرورها في أزمات عاطفية أو في فترات تعب نفسية مع غيرها عشان نتوعي غيرها وهذه شي كتير حلوة عشان زمان أي موضوع كانت بتخص مشاعرنا وصحتنا النفسية كان يا إنه عيب نحكي فيه أو ما كان أصلاً ينحكي فيه عشان ما كنا كمجتمع فاهمين ووعيين شو هي هاي الشغلات فاليوم رح نضطر إلى بعض من هاي الموضوع وأنا كتير متحمس مرحبا جميعاً في حلقة جديدة من بودكاست يوماً ما The One Day Podcast معكم عمر المجالي واليوم دي فتنة هي شخص عندها شغف كتير كبير لتعليم وتدريب الأشخاص على إنهم يكونوا مرينين عاطفياً وذهنياً ليعيشوا حياة سعيدة وملئة بالإنجازات المشتدامة وهي مدربة اللياقة العاطفية The Emotional Fitness Coach دارين القطب غير إنها مدربة فدارين برضه متحدثة عامة في مواضيع بتمثل القوة العقلية والصحة النفسية وعندها a coaching business وبودكاست اسمهم Mirrors of Mind وأنا كتير سعيد إنه أصلي الفرصة والتقيت مع دارين عدة مرات أو صار في تواصل بيننا عدة مرات واليوم بعتبرها من أصدقائي وأنا متأكد إنه حلقة اليوم رح تكون مميزة والله يستر كنت عم بحكي لدارين بالنسبة للوقت عشان إذا أنا بابلشنا نحكي هاد ميني سكتنا صباح الخير دارين صباح الخير عمارو Thank you so much for the introduction بالعكس بالعكس This is an introduction that you deserve to stay in the intro كيف حالك Thank you I'm good الحمد لله انت كيفك الحمد لله بعرف إن كنت مسافري فالحمد لله على السلامة كنا هلا عم نحكي كنت في أبوضبي doing lectures, expanding on that business Yeah and توسطي رسالتك la bigger audiences إن شاء الله إن شاء الله يعني this is the idea إنه أحاول أساعد أكتر عدد من الناس لعن جد يشتغلوا على their emotional fitness أو لياقتهم الذهنية والعقلية لأن زي ما حكيت بالintroduction يعني صار هذا الموضوع بطل إشي إنه it's a luxury أو إشي إنه ممكن أشتغل عليه أو لا اليوم بـ 2022 everyone is looking for a meaning in their life and how they can create their own impact وعن جد يتركوا أثر بالمكان اللي هم من فيه ولكن نعمل هذا الإشي أهم إشي يكون عن جد عندنا لياقة عقلية at least عالية enough إنها تساعدنا تكوب مع كل التغييرات والتغييرات اللي عم بتصير بحياتنا مية بالمية مية بالمية وهلا رح نبلش نحكي عنه إيش يعني إنك تكوني مدربة لياقة عاطفية ويموشن الفيتنس كوتش أحب بس أحط الناس في الصورة إنه في كتير مواضيع حاب أغطيها معاك في ممكن إذا عم تلاقيين عمرت من الموضوع للتاني عشان عشان فيك جد لما كنت عم بتطلع على your Instagram page وبسمة على your podcast طبعاً وفي مواضيع أنا وياك أحكيين فيها من قبل كتير إذا صعبت أحط كذلك بطريقة كهيرة فعادي إذا برطت من one topic to the other بس حابب الناس يختبروا إذا بدك what you have to share ورسالتك على بعض من هاي الموضوع زي ما حكيتي أنت دارين اليوم الإنسان بقدر يكون أزكى وأنشط شخص ويكون عنده طموحات كتير بالحياة وعنده أفكار وعنده بس إذا حياته العاطفية ما كانت متزنة أو ما كانت مكملة لهذا الإشي فإنجازاته ما رح تكون مستدامة فحكي لنا عن الشغل بتشتغليه what does it mean to be an emotional fitness coach ما دربت لها دائماً بحب أسأل سؤال لما حدي يحكي لي عن emotional fitness إنه إيش أول إشي الواحد بينتبه عليه لما يتطلع حاله بالمرأي في ناس ممكن ينتبهوا على وجههم على كسمهم على أواعيهم بس إحنا من غد النظر عن an organ أو جزء هو موجود جوا راسنا بس هو اللي عم بيتحكم بجميع عضاء جسمنا اللي هو العائل يعني إحنا عنا عضلات فمنشتغل على our physical fitness بس كمان عنا عائل we need to work on our emotional fitness وكلمة emotional fitness مش بس عم تختصر على المشاعر أو emotions كمان عم تحكي عن mental ability أو أنا كيف أفكاري لأنه أفكاري هي اللي عم بتأثر على هاي المشاعر فالemotional fitness coach هي بالضبط فكرتها how do I train my mind كيف بدرب أنا عقلي وذهني ليصير أقوى لأقدر أنا أتعامل مع كل التغييرات اللي بتصير بالحياة يمكن إحنا اليوم على Instagram كتير منشوف quotes ومن أكثر الكوتس اللي بتطلع لي دائما change is the only constant thing in life أو التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة نحكيها ومنقرأها ومنعيدها بس are we really dealing with the changes بحياتنا بطريقة عن جد عم تخدمنا وبطريقة جد بتساعدنا هاي هي مفتاح الاموشن الفتنس إنه مع كل التغييرات وكل التحديات والمواقف اللي كلياتنا بنمرؤ فيها كيف أنا ممكن أتعامل معها بطريقة جد أحسن طريقة لإلي اليوم لأنه ما في حدا حياته ما فيها مشاكل ومواقف وما في حدا حياته ما بتتغير بس في ناس بيستسلموا أو في ناس بيهربوا وفي ناس بيتعاملوا فأنا بحاول أساعد الناس كيف يبلش يغيروا من طريق تفكيرهم لتبعوا مهارات معينة عشان لما تيجي هاي المواقف ولما ييجي هاي التغييرات كيف يتعاملوا بأحسن طريقة ممكنة حلو كتير حلو كتير عشان فعلا زي ما حكينا إنه change is the only constant وبرضو الإشي الثابت الوحيد اللي معاك اللي بينام معاك وبفيق معاك وعم بيمشي معاك من مهنة للتانية وعم بيختبر كل محطات الحياة هي عقلك هو هي نفسيتك هو شخص شخصك أنت نفسك فكل ما سقلتي هذا الإشي وقوتيه كل ما هذا الإشي رح فيدك بحياتك أكتر فلازم لازم لازم نستثمر بهذا الإشي يعني أنا حيات الله بتلاقي كتير الناس بتروح الجم وبتهتم بأشكالهم الخارجية وthere's nothing wrong with that طبعا الأهم منه هو العقل والصحة العقلية والصحة النفسية عن جد يعني هذا هو الإشي رح يخليك زي ما حكيتي أنت تقدري تتعاملي مع التغيرات اللي قادة عم تختبريها من ثاني لثاني ومن يوم اليوم وما في حد مع هذه الصعوبات مية بالمية وتعرف عمر كمان يعني إحنا شو بيميزنا عن بعض سواء أنا أو أنت أو عن كل الناس اللي عم تسمعنا اليوم هي بس طريقة تفكيرنا لأنه The end of the day كلنا منمر بنفس الظروف كلنا عيننا نفس المتحديات كلنا بدنا نكون ناشحين كلنا بدنا نخلق impact بحياتنا كلنا بدنا نكون عندنا صحاب كلنا بدنا نحس حالنا محبوبين كلنا بدنا to share kindness and love يعني الإمفرنت تاعت الهيومن بيينج بغض النظر وين عايشين وين إحنا بأي مرحلة من حياتنا It's the same هي نفسها بس اللي بيميز حدا عن حدا هي بس طريقة التفكير فهذا هو الأسنس تاع emotional fitness إنه كيف بدي أعلي من my emotional fitness عشان أبلش أغير بطريقة جد تخدمني وعفكرة هذا الإشي It's challenging لأنه إحنا كتير سهل علينا نرجع نفوت بنفس الباترنز ونفس طريقة التفكير اللي إحنا تعودنا عليها لأنه عائلنا وظيفة الرئيسية إنه إيش يخلينا comfortable عشان هيك منواجه إحنا challenges very similar زي مثلا laziness underachievement impulsiveness الاندفاعية procrastination كل هدول are emotional challenges الناس يمكن مواعي إنه هدول كلياتهم إنهم دخل بالemotional part of us لأنه بالآخر أنا مين أسهل علي أعود على الكنباي وأمسك تليفوني وتسكرول ثرو تيك توك أو إنستغرام ولا أحمل حالي وأروح تدريف 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 أو أركض لا طبعا أعود على الكاوت كتير أريح وهذا اللي بيخلي عائلنا يخلينا نعود بهذه لأنه بالآخر بس بدو نكون مرتاحين وبس نكون بهذا الـ comfort zone فلما يصير عندي emotional fitness يصير لا عندي الـ awareness وعندي هاي الإرادة إنه لا إذا أنا عندي هدف إني بدي أحسن من my physical fitness خليني أطلع وأروح الجم أو إذا أنا عندي هدف إني بدي أحسن من شغلي خليني أقوم وto put myself out there وto initiate things بشغلي and so on بكل يعني بكل جوانب الحياة فهي بس كأنه كيف بدي أخلق هذا البالنس to manage my thoughts كيف بدي أعمل إدارة لأفكاري عشان أقدر أعمل إدارة لمشاعري كتير حلو كتير حلو مية بالمية عشان حكيتي إنتي إش صغلي that's so important إش كتير جوهري وهو إنه إحنا on the outside we seem like we are different إنه نبين إنه إحنا كتير غير عن بعض بس فعليا الشغلات اللي قاعدين اللي عم منواجهها والصعوبات اللي عم منواجهها are universal they're universal في موضيع بتمس أي إنسان على كوكب الأرض إنه regardless كلنا عنا مخاوف نفسها كلنا من خاف من حكم الآخرين كلنا من مثلا عنا من خاف من الفشل كلنا عنا طموحات مش عارفين كيف بدنا نوصلها يعني فإش كتير حلو هذا الحكيتي طب مين هم أولي شي أحب أعرف مين هم الفئات الناس تتعامل معهم دارين بعالم emotional fitness مين بيجيك يعني who are your clients كيف دخلت هذا المجال شو خطر عبالك تدخلي بهيك شي أوكي ممكن أجاوب السؤال الثاني عشان it will lead to the answer to the first question فأنا اشتغلت as a university counselor كنت بساعد طلاب المدارس لأيلا و the best fit major إيش التخصص اللي بيناسبهم بيناسب شخصيتهم عشان يقدروا يختاروا الجامعات اللي بتناسبهم بتعامل human to human level فأنا عم بتعامل مع دارين مع هذول الطلاب هذا الإشي اللي خلاني بعدها أفوت بمجال الكوتشينج وبعد ما خلصت تدريب كلمة life coach صراحة did not resonate معي حسيت الكلمة كتير كبيرة وتقيلة علي خاصة بالعمر اللي أنا بلشت فيه لأني بحس حالي I'm very blessed الحمد لله إني قدرت أكتشف هذا الإشي على عمر صغير فبعد ما خلصت my coaching صرت أحكي طب أنا إيش بدي أسمي حالي يعني كلمة coach is very general بس كلمة life coach كتير كبيرة علي فصرت أختار إيش الأشياء اللي أنا I practiced بحياتي إيش الأشياء اللي أنا حابة أساعد فيها الناس وبعدين I came up with the term emotional fitness not knowing بصراحة if this exists ولا لا بس ليه خطرت emotional fitness عشان حسيت دارين بكل التجارب والشالنجز اللي مرأت فيهم I had to tap into أربع أشياء أول إشي ثقتي بنفسي تاني إشي الإرادة تعتي تالت إشي عنصر التفاؤل أو my optimism ورابع إشي وأهم إشي هو my resilience أو المرونة تعتي يعني أنا لما مرأت بhealth challenge ب2018 كيف تعاملت معاه بطريقة that's very flexible إنه تفوكس على الإشي اللي ممكن يخدمني moving forward and to bounce forward من هذا التحدي فهدول الأربع شغلات حسيت they fall under something called emotional fitness لإني بمرحلة من مراحل حياتي لتسعة شهر literally كل جزء عمر بجسمي كان متوجع و in pain except my brain my brain was the only thing that did not hurt so I had to use my brain to control the rest of my body going through an intense treatment فمن وقتها حسيت إنه I need my mental and emotional fitness ومنهو انطلع معاي term emotional fitness عشان حسيت mental fitness is a bit more scientific يمكن emotional fitness is more inclusive هو بيتضمن الفكر والمشاعر مع بعض ما بقدر أحكي لك إني من أوليتها عرفت مين رح يكون my audience بس لإني كنت بشتغل كتير مع طلاب بالمدارس فأنا كنت عارفة إنه هاي الفئة في أكتير بحب أشتغل معها خاصة إنه they need a lot of guidance and support وخاصة إنه إحنا عنا ببلدنا بالأردن وخاصة بالوطن العربي إحنا we are a youthful society يعني معظم الفئة عنا هي فئة الشباب جربت أشتغل مع فئات كتير من عمر 10-12 سنة لعمر تقريبا 40-45 سنة بس اليوم I can safely say إنه الفئة اللي أنا كتير I resonate with هي فئة الشباب بس أي حدا بيكون عنده القرار والحب إنه يشتغل على emotional fitness I would never say no لأنه بحس emotional fitness is the way we think فعمري أنا 12 سنة 30 سنة 50 سنة الكل إذا عنده القرار إنه بده يشتغل على طريق التفكير وحابب إنه يتغير ليلا أي بالمية كتير 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 حلو صراحة ما فيها فئة عمرها ما فيها customer segment هاي فيها إنه أنا عندي I need وإنا بدي إياك تساعديني بهاي الحاجة اللي أنا عندي إياها طب من خبرتك وتعاملك يمكن مع كافة إذا بدك الفئات اللي اشتغلت معها كافة الرينجز إيش هي أكتر موضيع اللي عم بتلاقي بتلاقيها يمكن رادعة لا تقدم إنها تطورها what are some of the things that are really stopping people's stopping in the way or stopping people from moving forward or stopping in the way of people from progressing شو هي أكتر موضيع والثيم اللي تتكرر إذا بدك أكتر إيتها تعرفي وأنا عم بفكر بالسؤال هلأ وأنت عم تسألني بقدر أختصره بكلمة واحدة commitment الالتزام كل التحديات اللي بمرق فيها سواء كان بالترايني بالworkshops أو حتى بي one-on-one coaching sessions it falls under the umbrella of commitment أو بالأحرى lack of commitment اليوم بحث على قدما الناس حابة إنها تتطور وتخلق impact عنا gap أو عنا فجوة بإنه ما عنا التزام ما عنا انضباط يعني ما عنا التزام بالحكي اللي بنحكي فأنا ممكن أشوف عمر أقول له عمر مش تقتلك كتير خلينا نطلع خلينا نتب إشي الأسبوع الجاي أدافي مننا منسمع هاي الزملة بس do we actually commit to these words no شغلة تانية قدما عنا التزام بالوقت يعني البنكشواليتي عنا more or less بتروح للنغتف صايد من ما حتى تكون نيوترل تمانية بتصير تمانية ونص طب إذا أنا حكيت كلمة تمانية ليه ما to commit to my word إذا عارفة حالي رح أتأخر خلاص لتستت عالتمانية ونص فبرضه ما عنا التزام بالوقت ما عنا إيميل للوقت كمان ما عنا التزام بالشغل أو حتى بالإدراسة اللي منعملها فكتير ناس مثلا بتلاقيهم بيفوتوا بـ Projects بس هؤمن ما بيعرفوا ليه فاتوا بالـ Projects ولا عارفين شو المشن ولا الفيجن تاعت الـ Projects تاحهم فأول challenge أو أول عقبة بتصير معاهم على طول they give up وبيصيروا يتأثروا بالمحيط تاحهم وإيش الناس اللي حواليهم عم تحكي فسواء challenges كانت lack of motivation سواء كانت challenges المماطلة سواء كانت challenges اللي هدخل بالثقة بالنفس ضعف بالإرادة كلها هاي بالآخر بتصب إنه إحنا ما عنا التزام وما عنا انضباط ولما بتبلش تحكي مع الناس على موضوع الالتزام والانضباط وليت لا قدارين حكي فاضي طب ما هو هذا جذر أو إذا أنا ما عندي التزام بأبسط إش اللي هو الكلام اللي أنا عم بحكي أنا ما عم يعني عمر إذا بتوافقني بس أنا بآمن إن the way you do one thing is the way you do everything فإذا أنا ملتزمة بوقتي مع صحابي ومع شغلي أكيد أنا ملتزمة بأشياء تانية بحياتي إذا أنا ما عندي التزام بوقتي ولا of the challenges that people face nowadays فعشان هيك أنا بيرتكز my emotional fitness coaching زي ما حكيت على willpower كتير وعلى resilience كتير لأنه بدون هاي الأشياء we end up falling in the traps والأشياء اللي معظم الناس هلأ بتلاقيها challenges بس هاي بس بتكون surface يعني ياما ببلش coaching بيجي حدا بحكي لي مثلا أنا challenge تاعي دارين إني معارف to set goals أو مثلا أنا challenge تاعي إنه ضايعة مش عارفة إيش بدي بالحياة بس when we start digging deep بروح الأسنس بالآخر more or less إلو دخل بالcommitment كتير كتير حلو لعم تحكي وحكيتي في I think هو من أهم الشغلات اللي لو الناس جد فهمتها واستوعبتها بتحل كتير الناس بتدخل ببروجيكت وهم مفاهمين ليش داخلينها الناس بتدخل بشغلات وهم مفاهمين the reason والسبب اللي هو أصلا ليش داخلين لعشانه فزي ما حكيتي بأول obstacle بيجيهم بأول عقبة بيوقفوا عشان their why السبب بتاعهم ما كان كافي ما كان كبير it wasn't big enough لإنه يخليهم يتعدوا أول مرحلة أو أول صعوبة بتواجههم وcommitment is a big big thing big thing والصراحة it's a daily struggle وهي كأنها عضلة أنت لازم تشغليها لازم يكون في عندك سيما حكيتي commitment لما يكون عندك commitment in one area of your life بتصير تشوفي حالك أنه آه والله أنا I'm committed في الجم فأنا عندي هاي العضلة ليه ما بقدر أنه أمارس هاي لازم بدك الالتزام والالتزامية بكافة جهات حياتي وبكافة مجالات حياتي أنه from one place to another فكتير كتير حلو هذا الموضوع وما يعني I'm not surprised أنه هو من الأكثر موضع اللي يمكن بتلاقيها في الناس اللي عم تتعامل معهم أول ما لتقيت فيك دارين كانت في ورشة عمل وكاماني فرند زين أخذتني على this workshop قالت لي في وحدة لازم تعرف عليها رح تحبها كتير مصحواتي اسمها دارين القطوب there's this workshop happening so في village ليش ما تيجي طبعا let's go وكان ورشة عمل أنت كنت واحد من المتحدثين وكنت عم بتحكي عن موضوع أنا بلاقي كثير مهم وهذا الموضوع أو الأداة اللي كنت بتحكي فيها هي أداة تعتبر كنس لتطورنا في حياتنا وبنفس الوقت ممكن تكون أكبر رادة على نجاحاتنا وهي الكلمات أو الwords كنت عم بتحكي عن قوة الكلمات or the power of words وكيف نستعملها في حياتنا اليومية وأنه كيف الناس مو وعي عن الكلمات التي تستعملها يمكن لتوصف حالها أو لتتعامل فيها مع غيرها أحكي لها شوي عن هذا الموضوع بتعرف أكتر سؤال بنسئله وحتى بيوصلني على إنستغرام هو كيف بدي أغير من my mentality بتصير من سلبية لإيجابية أو بدي أفكر بطريقة إيجابية أكتر ودائما جوابي بيكون أسهل طريقة للواحد يغير من طريقة تفكيره هو ثروء الكلمات اللي بيستخدمها ولما بحكي كلمات زي ما أنت قلت دائما أنا ايريفر تويت قوة الكلمات لأنه الجد الكلمات كتير قوية يعني أنا متأكدة لأي حدا عم يسمعنا ممكن لليوم حدا سمع كلمة حلوة أو مش كتير حلوة مأسر عليه لليوم ليه مأسر عليه لليوم لأنه لسه عم تخلق صدى براسنا على أدمع عن جد الكلمات قوية وفي بروفر بيحكي words can heal us words can destroy us بس لما برجع لموضوع أنه أغير طريق التفكيري من negative لبوزيتف أصلا من وين أفكارنا بتيجي ما هي أفكارنا بتيجي معظم الوقت من الكلمات اللي منحكيها ولما منحكي كلمات عمر مش بس الكلمات اللي هلا أنا وياك we're having this conversation أول إشي وأهم إشي الكلمات اللي أنا بحكيها لحالي يمكن إحنا without awareness وبلا واعي ممكن أحكي أنا بيني وبين حالي مثلا يي ما أهبلني يي شو كسلاني يي أنا مش شاطرة بي whatever أنا مش شاطرة فأنا حمار به let's be real exactly فإنه هاي الكلمات اللي إحنا منحكيها with repetition خلاص بتترسخ بour subconscious mind ولأي حدا عنده بعيلته أو يعرف ناس عندهم babies how do babies learn a language with repetition وأنا وياك وكل حدا تعلمنا الكلمات اللي عم نستخدمها لليوم لأنه ضلينا نعيدها وإحنا صغار فمثلا أنا رح أطلع على هذا المايك اللي قدامي وأحكي مايك مش رح أحكي عنه طاولة لأن words get stored in our long term memory فخلاص مع التكرار it gets stored in my long term memory وبسير أصدقها وأعيدها فالكلمات عم بحكيها لحالي ما نستقل فيها لأنه the more we repeat it رح تترسخ عنا ب our long term memory ورح نصيري نصدقها لأنه بدي أحكي هيك a quick أو أنه a mind trick صغيرة عائلنا بيصدق عمر كل إشي منحكي لتريلي كل إشي منحكي وما بعرف هذا الإشي صح وغلط ما بعرف هذا الإشي real ولا in our imagination فعنجد ننتبه للكلمات اللي احنا بنحكيها بنفس الوقت ننتبه للكلمات اللي منستخدمها سواء كان إنه on text على تريفوناتنا سواء الكلمات اللي نحكيها لبعض سواء كان الكلمات اللي منسمعها يعني لدرجة عمر اللي ريكس للأغاني أو للبودكاست أو الأشياء اللي إحنا بنسمعها especially إذا ما غنيت تعلق براسنا يعني أنا واحدة من الناس إذا بسمع غنية كتير حلوة عادي كتير تكون on repeat for like three four days بس بحب أنتبه للي ريكس للي ريكس ساعة الكلمات لأنه هاي كتير بتأثر علينا وفي ناس بمروا بوقت يمكن شوي صعب بتلاقيهم على طول دي قولة أغاني حزينة ودمار وبيعيدوها over and over طب how do I expect myself not to think in a negative way then yes مية بالمية wow hundred I agree اللي ريكس هاي شغلي كتير كتير مهمة كنت عم بسمعها ببودكاست كيف فعلن إنه إحنا كتير قاعدين إحنا معرضين لكتير محتوى there's a lot of content that we're exposed to ya بالموسيق ya بالأشياء اللي محترها وكلها هاي تدخل به our subconscious واللي ريكس ما حكيتي كلمات إنه إذا كنت عم تسمع عن إذا كنا إحنا غنيا مع الأبراصنا عن heartbreak عن how I'm never gonna find the one إنه how depressing is that إذا عم تعيش حياتك عم بتغني هاي الأغاني كيف how do you expect بالضبط إذا ال internal conversation أو المحادثة الداخلية بعقلك هي هاي الأغاني الحزين كيف تقدر تطلع من منقلبها إيش في عندك تريكس دارين إنه مثلا يعني أنا فيه تريك بستعملها هلأ صورت بعد ما استوعبت قوة الكلمات فيه تريك تعمل بستعملها إنه بطلت أحكي مثلا أنا مشاطر بالرياضيات صورت أحكي إنه أنا مشاطر بالرياضيات اليوم أو مثلا أمناط قرأماث yet عشان أخلي الopen-endedness عقلي يستوعب إنه هاي الأشي ممكن أنا أعدل عليه في عندك أخرى تريكس هيك منقدر يمكن يا إنه من إشي يساعدنا في المراقبة أو في معالجة الموضوع إنه نصير نحكي أحسن في أكتر شغلة that I always use with my clients لما يعبروا عن حالهم يعني مثلا أنا أمساد لا أمساد أو أنا مش حزينة I feel sad I just add the word feel لأنه أنا اليوم يمكن I feel for example happy and excited I'm doing this podcast with you بس أنا يمكن بكرة I don't feel as happy and excited so it doesn't يعني هي مش دارين is happy and excited I feel لأنه المشاعر كتير مؤقتة yes كلياتنا we can relate لأنه أنا اليوم مبسوط بكرة مش كتير مبسوط اليوم متحمسة يمكن بكرة أما بت disappointed على هوا الظروف والأشياء اللي بتصير معاي فلما منحكي عن حالنا خاصة when it comes to emotions بس نزيد كلمة I feel so I feel happy I feel excited I feel disappointed لأنه أصلا هذا الإشي مؤقت تعاني إشي بحس كل كلمة يعني كتير عندنا أشياء ممكن تأثر علينا يعني أنا مثلا من الكلمات اللي أنا بتأثر علي أو اللي محيتها كلمة مستحيل ما بحكي كلمة مستحيل خلص it got deleted من my dictionary أو كلمة مشكلة هدول الكلمتين طب أوكي لما أنا بمر عن جد بمشكلة what do I say موقف تحدي simple as يعني بدلا ما أحكي أنا عندي مشكلة مع عمر بحكي أنا عندي أنا مريت بموقف مع عمر بدلا ما أحكي إنه أنا عندي مشكلة بالشغل بسميها project دائما بالشغل بسميها project أو مشروع ليه لأنه project والمشكلة بدهم وقت وبدهم effort عشان ينحلوا صح and the project needs time and effort but I always say that فبصير أنتبه شو الكلمات اللي بحياتي اللي ممكن شوي بتدايئني أو بتزعجني وبصير أبدلهم بكلمات تانية وأنا كل يعني كل حدا بشتغل معاه بصير عندهم their own glossary or their own dictionary لكلمات بتأثر عليهم بطريقة negative بس عمر the key to change داما بحكي is awareness فإذا إحنا منبلش نعرف ونفهم إنه فعلا كلماتنا بتأثر على حياتنا وعن جد إنها قوية وبتأثر على the way we think بصير أنا لا شعريا ألقط حالي يعني أنا داما ماسكي red pen بmy coaching session ولما حدا من my clients يحكي كلمة من دون ما أحكي بس برفع red pen فعلى طول بينتبهوا على حالهم أوكي 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 ما رح أحكي على الكلمة أو لحالهم بغيروها عادلوها يس كلمة لازم كتير منحكي كلمة لازم لازم كتير فيها low energy لأنه بتحس حالك إنه أنت مخصوب تعمل إشي وما بتخيل فيه عندنا حدا بحب يكون مخصوب إنه أنا لازم أشتغل أنا لازم أروح ألجم أنا لازم أعمل podcast لا لا أنا بدي فكلمة بدي فيها أريحية أكتر إنه أنا بدي أعمل podcast أنا بدي أشتغل على مثلا my physical fitness أنا بدي أروح ألجم ففيه كيعني little words here and there كل واحد بقدر يفكر شو كلمات اللي بيحس فيها نوع من الغصب low energy لما بيحكيها ممكن يتذكر memories حتى لأنه أنت يمكن في عندك كلمات بتأثر عليك يمكن أنا بالنسبة لأيلي they're neutral دي بالبي واو وخصوصا على شو اسمه لازم لازم أنا مثلا حتى أهلي أي حدا من محيطي صحابي بيعرفه إذا فيه إشي بلشت جملتهم بلشت أنك إنت لازم تسوي إشي عرفوا أنه أنت خسرتوا المعركة أنا ما حسوي هذا الإشي بالعكس the shoulds have to be it would be nice to أو أنه بيكون رهيب إذا أو أنا بدي مثلا بس I want I want or I want بس shoulds أنه دائما حكيت has low vibration عندها طاقة هيكة تقيلة شوي بتصعب الشغلة أنه بتصعبها وبتقيلها بعقلة أوكي نبدأ للموضوع الثاني طبعا كلفت نظري برضو بالإنستيغرام بوست حطتي وإشي حكيتي عنه طبعا كل شيء أنا عم بحكيه ومستوحة من أشياء أنت حطتيها على سوشيال ميديا وسمعتها على بودكاست من بودكاستاتك meters of mind and you have another podcast by the way صح نحكي بصراحة مع سارة my friend who's a self-empowerment coach فit's more of a conversation حلو كتير نحكي بصراحة check those two out guys مش مجاملة لدرين بس كتير موضوع بنترحوا لهدو البودكاست رضيعة بتمس حياتنا فواحدة من الموضوع كانت وهيكي ضرب بطر حساس ويبوست حطتي إنه المعاناة هي نتيجة الشعور بالألم وعدم التقبل إنه كتير أنا بآمن بهذا الإشي ودائما بحكيها في جملة هيك بحكيها بالإنجليزي اللي هي pain is inevitable but suffering is a choice وترجمة بتحكي إنه الألم لابد منه رح نختبر شغلات رح تحطنا بواقف رح نحس بألم بحياتنا بس المعاناة هي خيار أحكي لنا شوي عن هذا الموضوع شو رأيك فيه برجع لفكرة ليه أصلا أنا بلشت أكون an emotional fitness coach لأنه فكرة إنه زي ما قلت pain is inevitable موجود الوجع أو الألم بحياتنا نتيجة إنه إحنا عادي بشر عايشين عهاي الدنيا كلياتنا ويقو ثرو مواقف وتحديات معينة بس البفرة وقتها who works on their emotional fitness ليغيروا طريق التفكيرهم and to accept وهونا هو هذا المفتاح اللي الواحد يفصل بين الألم والمعانا is for me to accept إني أتقبل لأنه مش بيحكوا دائما the more you resist أو what you resist persist الإشي اللي أنا بظني أقاومه بحياتي رح يظله موجود بحياتي فأسهل طريقة لإني ما أعاني من أي موقف أنا عم بمر فيه بغض النظر شو هذا الموقف هو إني أتقبله ولما أحكي أتقبله مش معناته أتقبله يعني أستسلم لإله أتقبله يعني بطريقة كتير عقلانية وواقعية شو ممكن أعمل بهذا الموقف شو ممكن أتعلم مين ممكن أستشير شو الأكشن ستبس اللي أنا بقدر أخدها أنا my mentor and coach دائما بقول لي بقول لي دارين when you make peace with it you win وخاصة when it's my health challenge لأنه it's a disease that I had zero control over يعني لما واحد يمر بمواقف أو تحديات خارج عن سيطرته مية بالمية the only way to accept it is to make peace with it لأنه في motivational speaker أنا كتير بحبه عمر اسمه لازد براون بيحكي until you face it with grace يه أنا كمان بسمع له دائما بكون دائما when it's my health challenge اسمع له لفيديو وكان يحكي until you face it with grace it will stay in your face فأنتل I face هذا التحدي with acceptance عشان أقدر to acknowledge it and to take action it will stay in my face وإذا كان it stays in my face معناته أنا بس عم بفوت بدوامي أنا بسميها دوامي لأنه it never ends اللي هي المعاناة يعني أنا as soon as I accepted that I'm going through a health challenge I made peace with it I managed to go through it in the best way possible مش معناته ما توجعت مش معناته أنا ما تقلمت مش معناته أنا ما تدايأت بس إني I accepted it إقدرت أتخطى بأحسن طريقة ممكنة وهون منقدر نيسى على كل شي سواء كان financial challenges 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 بالعلاقات challenges مع الأصحاب challenges بالشغل لأنه عندما تبدأ عمر يعني ما في إشي دايم كل إشي بالآخر إلاه start وإلاه finish يعني كل إشي it ends بالحياة فأنا دائما بحكي في starting starting point وفي end point what's in between is in my control يعني عزة أنا بقدر أتحكم ممكن أنا أنحط على starting point إنه من دون ما أنا أكون عندي سيطرة على هذا خلاص مريت بظرف صار معي إن حطيت على هاي starting point رح يكون إلو end point بس السؤال هو in between it's up to me لأنه مش بقولو لك دائما أنه 10% of what happens to you is out of your control but 90% is in your control هاي ال in your control is the way you think about it هاي ال in your control قدي رح تتقبل هاي ال in your control a day you're going to resist هذا الإشي صح 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 whatever resist persists كتير on point هاي الجملة عشان أي إشي إحنا إنه منحاول إنه to push back أو ما في يتقبل إلو رح رح يصير فيه ردة فعل لهذا الإشي back at us يعني رح يصفي يعني أنا دائما بحكي إنه في إذا أنت بموقف مش مبسوط فيه في عندك تتخيارات يا بتترك يا بتحاول تغير يا أنك تتقبله إذا حاس ما بتقدر تترك السيتيواشن ما بتقدر تغير من السيتيواشن إذا هيك ما عندك حل غير إنك تتقبله عشان زي ما حكيتي كل إشي عن التقبل لما نتقبل الأمور وقتها بصير في نتقبل 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 عن هذا الموضوع لأنه بالآخر بتعرف عمار يعني بفكر فيه أنا بهاي الطريقة إنه what controls the quality of our life يعني عنجد إنه إذا بدنا نفكر اللي quality تاعت حياة عمار versus دارين أو دارين versus كل الناس اللي عم بيسمعونا اليوم حياتنا بالآخر the quality of it نوعيتها it's controlled by the power of our choices الخيارات اللي إحنا بنعملها أو ال-decisions اللي إحنا بناخدها وaccept or not accept is a choice and to suffer and not to suffer is also a choice أنا هدي كل مرة في واحدة إيجا تسألتني عمار بتقول لي دارين طب كيف بدي أتقبل إنه أوكي فاين أنا بدي أتقبل لأنه أنا ما بدي to resist بس كيف بدي أتقبل وجوابتها جواب كتير بسيط قلت لها بتتقبلي لما أنت بتقرري إنك تتقبلي لما ما يكون عندك عليه control يعني زي ما أنت حكيت يا بغير يا بمشي في الموضوع أو بترك أو إنه بدي أتقبل بس لما بدي أتقبل there is always something to do about it لأنه دعماً كل إشي إلو وجهين يعني إذا أنا بتطلع على كل إشي بيصير معاي بحياتي from a neutral perspective and I know it's not easy and I know it's easier said than done بس with practice we can يعني مثلاً a disease a financial challenge challenge بالعلاقات challenge بشغلي خليني أطلع عليه من zero من point zero neutral أوكي يا إما بدي أتعلم منه and to ask and to create an opportunity فأنا عم بقلبه على الصايد الثاني أو بدي أحكي أنا ليه هيك حظي ليه دعماً بيصير فيي هيك and to resist it وأنا بس I'm just literally drowning in it أنا بس عم بغرق بهاي المشكلة وما عم بتعلم وش أدري أعمل ولا إشي هذا بالآخر تحيط عند كل حد تكون a victim and an empowered being at the same time فلازم تتطلع من دور إنه ليه 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 تتسير تسأل شو اللي عم بتعلمه من هذا الدرس وكيف بقدر أطور من حالي كيف بقدر to progress واتقدم بمجالات حياتي تعرف عمر أنا بلاقي طريقة كتير سهلة إنه to do this إنه مثلا إذا أنا مريت بأهلث تشالنج خليني أشوف the other people كيف مروا بهذا الهلث تشالنج and they overcame it إذا أنا بالتحدي اليوم أنا مش أول وآخر حد أمر بهذا التحدي طول كتير بسيطة وكل عدنا بنقدر نعملها وخاصة إنه we all use the internet and everything is so easy to us خلينا نشوف other people how they went through this challenge let me learn from them عشان أنا كمان يكون في عندي أمل لإنه without faith and hope رح أضني غرقانة بهذا التشالنج وشوف كيف هم منتخطوه لإنه إحنا كتير سهل علينا نفكر إنه I'm the only one who's going through this challenge and why me فبدالما أفكر why me يعني جد لي أنا هلأ عم بمر بهذا الإشي أوكي X, Y, Z مروا بهذا التحدي خلينا أشوف كيف هم منفكروا كيف ممكن أتعلم منهم عشان أنا أطلع حالي من هذا الإشي 100% I agree وبعدين ديرين بالضبط فيه كتير أصاص حولينا ما يقدر نستوحي solutions وأفكار كيف مقدر نطبيقها بحياتنا الشخصية حكيتي كتير عن health challenge وأنا بآمن إنه إحنا أنا عندي إيمان فعلا كتير 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 أوي اللي هو بيحكي إنه كل شيء منمر فيه بحياتنا منمر فيه لسبب معين it's not a coincidence I don't believe in coincidences I believe that everything happens for reason كل إيشي له سبب لا يطورنا في الآخر ويمكن أوليتها وإحنا يمكن بنص هذه المحنة ما منشوف هاي الشغلات بس يمكن لازم يمر أكمل سنة لنطلع وراء ونحكي آه أنا هلا فهمت هذا الإشي لأوين وصلني فحكينا شوي عن health challenge ذكرتي الموضوع أكتر بالمرة إذا بدك أعطينا نبذة عن what was this challenge about شو كانت هاي المحنة أو هاي المحطة بحياتك وإذا بدك شو أكبر درس ستعلمتي أو أكتر إشي فادك بهاي الخبرة اللي هي أنت اليوم عندك ياها كتول وعداء حياتية أنا سميته health challenge عشان جد هو كان a health challenge so in 2018 I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma وHodgkin's lymphoma which is cancer in the lymph nodes للناس اللي ما بتعرف لما مريت في at a very young age كتير كان سهل علي أحكي why me كتير كان سهل علي أنه زي ما حكيت أنت قبل شوي أني ألعب دور الضحية هلأ ما حدا بسمع هيك خبر وأكيد رح يكوني كتير مبسوط ومتحمس بس زي ما قلت قبل شوي عمر بعد ما I absorbed الصدمة قررت أني أطلع عليه from a neutral perspective وقررت أني أغير كلماتي عن هذا health challenge فأنا اليوم بحكي عنه health challenge لأنه هاي الكلمة اللي أنا برتاح فيها لإني تقبلته ولإني حاولت أنه to befriend this challenge فأنا كت أطلع عليه زي كأنه it's a temporary period بحياة دارين لما تقبلته صار لا شعوريا الموضوع أسهل علي مش معناته it was painless it was very painful and I had through يعني I had to go through nine months of intense treatment بس بخلال هدول التسعة الشهر الإشي الوحيد اللي كان شغال بكل جسمي هو عقلي and this is when I started building my own emotional fitness من دون ما أصلاً أعرف أنه أنا I was working on my emotional fitness by paying attention to my words يعني أنا ما كت أحكي كلمة chemotherapy لأنه chemotherapy كانت تتذكرني بإبار وجع كت أحكي cleansing sessions فحتى مع أحلي كت أحكي لهم دايماً أنا راح أبكرة عندي cleansing session صاروا هم من يحكوا cleansing sessions صاروا صحباتي يسألوني how was your cleansing session راهي بصراحة فأي worked on using the power of words to change my thoughts about this health challenge لو تسألني اليوم going through this challenge الإشي الوحيد اللي ساعدني هو إني أنا ما طلعت عليه as the end طلعت عليه as a start إنه إتساة راح يكون في عنده start وفي عنده end point وإن between I tried to focus على الإشي اللي أنا بقدر أتحكم فيه والإشي الوحيد اللي كان أنا بقدر أتحكم فيه بوقتها عمر كان literally my mind إنه أنا كيف عم بفكر في الموضوع أنا شو عم بحكي أنا لما أكون فيه شوية energy what can I do I used to recharge myself أنا عندي طريقتي to recharge يعني مع حالي هي through reading sometimes أكوني كتير تعباني أسمع podcast and this is how I got by the way into the podcast world إنه ما عندي إشي بقدر أعمل وقتها غير هذا الإشي فleaving this challenge لما وصل لعندي الend point this is why I have so much passion for what I do لإني حاب إنه whoever goes through any challenge إنهم يشتغلوا على الإشي اللي أنا كنت عم بحاول أشتغل فيه علي the thing that I learned the most to be very honest هو إنه كل إشي في الحياة مؤقت كل إشي في الحياة مؤقت سواء كان لتشالنجز اللي عم نمر فيها مؤقتة مشاعرنا مؤقتة ولما أحكي مشاعرنا مؤقتة إذا أنا اليوم كتير مبسوطة ومتحمسة let me really live this because أنا ما بضمن بكرة إش رح يصير معاي يعني إحنا دائما من نحكي إنه كل إشي بالحياة مؤقت فإنه دائما بروح أقلنا على الأشياء اللي مشي كتير حلوة بس أنا دائما يعني بذكر حالي إنه ما أكون مبسوطة ومتحمسة خليني to really أكون مبسوطة ومتحمسة وأعيش هذا الإشي لأنه أنا ما بضمن بعد ساعة بآخر لنهار بكرة إش ممكن يصير معاي فسواء كان أشياء حلوة أو مش كتير حلوة let me live it يعني to the maximum الناس عمر بحياتنا مؤقتة يمكن في ناس كانوا بحياتي قبل خمس سنين اليوم مش بحياتي يمكن أنا كتير كنت بحكي معهم اليوم مش كتير بحكي معهم مش معناته there is something wrong with either of us بس هي هيك الحياة فيها priorities ناس بيفوتوا ناس بيطلعوا خلينا كمان مش كتير إنه نشبك فكرة connection with attachment يعني I connect with عمر بس I'm not attached to عمر so لا سمح الله إذا أنا يوم من الأيام بطلت أحكي مع عمر as an example مش معناته أنا حياتي بطلت سعيدة وحلوة I connect with عمر because I really love the way he thinks I really appreciate our friendship and our bond بس ممكن كمان يوم من الأيام أنا وياك نبطل عايشين بنفس البلد نبطل أصحاب انت تنشغل أنا أنشغل فلما بيصير عندي awareness أو تقبل إنه I connect with people and I'm not attached to them هذا أنا بالنسبة لي عطاني peace or contentment I cherish a lot very nice very nice I think خلاص الموضوع عنه وصلتي بتلميحة إنه انت eventually بدك to end this friendship لا بأمزح 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 عادي have a connection زي ما حكيت have that bond بس ما يكون في عندكم تعلقات ما يكون في عندكم attachments Yes لأنه بالآخر عمر كل حدفين is whole كل حدفين is resourceful كل حدفين is creative in their own way فإذا أنا بطلع حالي كاملة زي ما قلت أنا مش نواقصني مثلا هاي العلاقة بس أنا بدي هاي العلاقة أو أنا مش نواقصني هذا الإشي بس أنا بدي مثلا هذا الشغل أو بدي هذا فبطلع عليه من ناحية مش من ناحية insecurity أو بدي أعبي gap أو void جواتي أو إشي لا أنا I want it because I want to tap into the best of myself Very nice دارين كيف بت اسميواتك عندك two podcasts المدربة عندك البزنس اللي تفتحيها Mirrorless of Mind عم بتكبري عم بتسافري ويمكن هم تأتي تعطينا أو تعطي أي حد قاد عم بيسمع أي أدوات وستراتيجيات you use any tools بحياتك تساعدنا نكون إذا بدك يكون عنا كفاءة أكبر في إدارة أواتنا to be more efficient in managing our time تعرف عمر يعني when I think about time بفكر ب myself فلما بدي أفكر ب time management أنا بفكر ب self management إنه أنا كيف عم بدير دارين بدير دارين يعني أنا اليوم بحياتي وبدير حالي هي أنا إيش عم بعمل in terms of planning وإيش عم بعمل in terms of commitment there's another thing that دائما my mentor and my coach بذكرني فيها بقولي دائما دارين failing to plan is planning to fail فما بعرف إذا في ناس بيستخدموا مثلا a to-do list أو أنه بكتبوها أو بيحطوا على their calendars على تليفوناتهم بس أنا مثلا دائما عندي كل إشي محطوط على تليفوني that's in sync with my iPod and sorry with my iPod and my laptop بحط كل إشي literally everything is on my calendar عشان بحس خلاص this gives me a sense of groundedness إني أنا بكون عارفة لإني بقدر الوقتي كتير عمار وجد بحاول إنه ألتزم لما أحكي مثلا اليوم رح نعمل البودكاست على السيعة عشرة يعني اليوم نحنا من البودكاست عشرة مش عشرة ونص ولا عشرة ولا أحداش إلا رباح I really value time وبحس إن الناس اللي داي value time وفعلا داي manage themselves automatically time management بتصير something that comes by default فأول وأهم إشي إنه I do my planning يعني أنا by the end of each week بكون عاملة my to-do list للأسبوع بآخر كل شهر بكتب my goals للشهر عشان أعرف إيش أن جست هذا الشهر وتو celebrate it وبنفس الوقت إيش الأشياء اللي بدي أعملهم أنا الشهر الجاي اللي موجودين عندي عن my pipeline I know إنه الناس بصير عندها ظروف وبيصير ممكن أشياء تصير معانا بالنهار بس إذا أنا عندي عواميدي لنهار سابته وat least I have an idea I can somehow maneuver around them وتعرف عمر يعني كمان شغلة بحب إنه هيكة يعني to bring it up موضوع إنه كل نهار أنا بشوفه مرتكز على three pillars time, energy and focus so self-management depends على هدول الثلاث أشياء if I can manage my time if I can manage my energy and my focus I think كل حدا بقدر يعمل الأشياء اللي هو بده يعملها so planning to commit للأشياء اللي منعملها لكلمات اللي منحكيها للشغل اللي بدنا نعمله و I think يعني كل يعتنا عنا unlimited potential كل حدا بقدر يعمل الإشي اللي بده إياه بس كل يعتنا يمكن منبلش الأشياء and then we start giving up giving up giving up ممكن لكتير أسباب أهمها إنه ما منعرف ليش عم نعمل هذا الإشي أو لأنه ما عنا الresilience أو الwillpower that's enough فداما بحكي إنه أسهل طريقة لأي حدا يحل أي تحدي يعرف شو السبب يمكن أنا عندي poor planning يمكن أنا عندي poor self management يمكن أنا عندي poorness بالwillingness تعطي أو الwillpower فكل حدا يعني إذا بقعد دقيقة صراحة مع حاله أو مع حالها يعرف what cause of it and then to take it from there this is beautiful stuff I hope الناس عم تاخد notes وعم بتدون هاي الشغلات اللي عم بتحكيها عشان كلها مفيدة الصراحة يعني كل واحد عنده استراتيجيته الخاصة في ناس بيستعملوا calendars في ناس بيستعملوا to do list بس ما شغلات تشوفوا إيش غيركم عم بيسووا ويمكن لما تطبوها بحياتكم تلاقوا إنها مناسبة and it fits your lifestyle طيب عشان ما بدي أخد كتير من واتك في سؤال واحد بس رح أسألك يا بعدين we're gonna head to our rapid fire questions segment and end this conversation for now كز أنا متأكد إنه إن شاء الله بكون إلنا الفرصة إنه نجتمع again hopefully in person أو لما نسجلها for the next time أنت ذكرت إشي هلا إنه لما مرأتي بفترة health condition كنت تسمعي للاس براون وهل كنت عم تحكي إنه مثلا بتحبي تقرأي إنه that's your way of maybe disconnecting وإنتي بالweb site تحكي إنه you are a lifelong learner فه وشو هي عمليتك لتطوير ذات شو هي أفضل وسيلة بتستعمليها للطور ذاتك هل بتحبي تقرأي كتب بتحبي تحضري ورشاة عمل تسمعي بودكاست what is your process أنا بحب كل شي أنا من النوع اللي I like to try a lot of things وبحب إنه عن جد يعني أجرب كتير أشياء بحب أقرأ كتير كتب يعني I read almost every day not almost every day I read every day بحب أسمع لبودكاست بحب أحضر كمان على يوتيوب خاصة اليوم صار فيه كتير شوز عمر مدتهم 45 minutes to an hour فبالنسبة لي this is my Netflix segment يعني أنا instead of going on Netflix شوي بزهق من series and movies فبتلاقييني على يوتيوب دائما بس عم بسمع لناس conversations هيك بحس دائما هيك it brings new insights وبنفس الوقت كتير بحب you know to enroll in workshops عشان حلو الواحد إنه زي ما أنا عم بعطي كمان إني أفوت أشياء جديدة وكمان ماي منتور أنا ضرني أحكي عن ماي منتور and my coach because he's someone who really truly يعني influenced my life دائما بقولي دارين the best investment is self-investment and it's an everyday process يعني زي ما الواحد اللي كتير بهمه الفيزيكال فتنس والسيكس باكس and to half-toned muscles they go to the gym every day دقيق إذا ما بيروح على الجيم يوم بحس إنه there is something missing بالنسبة لإني my emotional fitness is my number one priority every single day فأنا every single day يا إما بالسيارة بسمع بودكاست إذا ما بسمعت بودكاست بقرأ كتاب I enroll in new workshops مواضيع جديدة داما بسمع عنها ما بعرف عنها إشي بتلاقييني على طول I sign up سواء كان online programs أو courses كل واحد فينا بيتعلم بالطريقة اللي بتناسبها أو بتناسبها أنا بحس حالي I'm a lifelong learner لإنه truly بحب إني أشتغل عحالي كلنا بحب أشتغل عحالي وبحب داما to train my mind and the best way to do it is to really just involve in this بنفس الوقت ما بحب كمان to overflow myself with information وأحس حالي مش عارفة شو عم بعمل بهاي المعلومات the things that I learn لأنه مش داما كل إشي أنت بتاخده أو بتتعلمه it makes sense or it resonates with you وأوقات برجع لأشياء أخذتها من قبل back then it didn't make sense today it makes sense لأنه we're constantly changing yes 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 طبعا عم بقرأ هلأ كنت كتابين وأنا لأني كنت راجعة من السفر واحد عربي واحد إنجليزي لأنه كتير عم بهمني إني أشتغل على أنا كمان العربيتي العربي تعيي أولى إني مش كتير بعرف أو عندي enough knowledge when it comes لمواضيع السياسية واللي إلها دخل ببلدنا which يعني something I'm working on إجاني كتاب اسمه كما أفكر لعبد الرقوف الروابدة فخلصته وكتير بنصح فيه لأي حدا بحس إنه معلوماته كتير بيسيك عن بلدنا لأنه عن جد الكورتاعه عن الأردن بس it's an all-inclusive book and I loved it والعربي تاعه مش كتير كتير يعني صعب the other book who were the power of your subconscious mind wow تعرفي هذا حاولت أجيب الكتاب اسمع بالعربي عشان هلأ لقيته على البودكاست بحكو أنه I can listen to it بالعربي بس ما كتابت أجيبه to download it but it's funny enough that you're reading this now yeah I was gonna read this actually اسمع بالعربي تعرف عمار أنا عندي أنا قد ما بحب أقرأ كتب بس تصعب أقرأ كتاب مكتوب بلغة تانية مترجم للعربي لأنه بصير أحس الأسنس تاعه الله فقود يعني مش عم توصلني صح لما يوصلني كتاب زي مثلاً الكتاب اللي وصلني الأسبوع الماضي كما أفكر أو هكذا أفكر سوري هكذا أفكر كتير مبسطت إنه مكتوب بالعربي فأنت بتحس إنه يعني وصل للقلب إنه مكتوب من القلب اللغة ووصل عطول للقلب فبحاول أد ما بقدر إني أدور على كتب مكتوبة بالعربي عشان أقرأها وعن جد إنه أحسن من لغتي وبحاول إنه المواضيع اللي مشي كتير أنا فأيت فيها إنه تبضل تتعلمي Two birds, one stone إنه تتعلمي عن إشي جديد مجال جديد أنت حاب تتعمق فيه ونفس الوقت عم بتقوي عربيتك بالزبط كتير حلو طب دارير we're coming to the end of the conversation طبعا عندي rapid fire questions هم أربع أسئلة حاب أسألك إياهم أعطيني جملة أو أعطيني كلمة whatever comes from the heart لازم الموضوع ينبع من قلبك حاب لي ما تفكر بالموضوع كتير طيب جاهزة جاهزة let's do it أول سؤال إذا بتقدري ترجاعي الوقت الوارا وأنا كتير بحب هذا السؤال كتير بحب هذا السؤال كان عندي ياب سيزن 1 وقفت بسيزن 2 رجعت للا سيزن 3 عشان جد بحب هذا السؤال إذا بتقدري ترجاعي الوارا عشرة خمسة عشرين سنة شو هي النصيحة التي تعطيها لحالك النصيحة التي تعطيها لحالي is to focus on my own path أني أركز على المسار اللي ماشي علي دارين لأنه ما حدا رح يقدر يفهم الأشياء اللي أنا مريت فيها غير أنا حالو شو أسوأ نصيحة سمعتها في حياتك تير بضحك أني مبارح I was asking this to a friend I did not expect this question والله I asked a friend مبارح هذا السؤال طب I hope سألت حالك أسوأ Yes مبارح كنت عم بفكري وحيات الله أسوأ نصيحة هي أنه to save up your money to save up أنه دارين whatever you make بشغلك أنه save up save up شعوري why do I want to save up why don't I utilize it to expand on my business or why don't I invest it in something بحس أنه هاي أكتر النصائح اللي أنا سمعتها I would never give it أو يعني share it with anyone كثير حلو ثالث إشي شو تعرفك للنجاح النجاح كيف أوصل للإشي اللي بدي إياه بأقل الخسائر جوهري حلو كثير آخر سؤال إيش اللي طبعا هاد بودكاست يومان ما ذا وندي بودكاست كلنا عنا أحلام كلنا عنا طبوحات إنه يوما ما حاب أوصل يوما ما حاب أحقيقي اليوم دارين أنت بـ 2020 مش بـ 2020 بس اليوم آزفتت شو اللي بتحب إيه يوما ما إني أحاول تتش as many hearts and minds possible بالعالم لأساعد أكبر عدد من الناس اللي يشتغلوا على their emotional fitness سواء كان through my workshops أو my trainings أو حتى my speaking services حلو كثير وهاي المسيرة بلشت وصلها مبلش كم من سنة وجد يعطيك العافي دارين thank you so much على شاركتك خبرتك معنا وعلى honestly كل كل إشي شخصي أو 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 أعطيتنا إياها أنا متأكد إنه كتير 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 رح نستفيد وين بقدروا الناس يتواصل معك أو يطلعوا على آخر بشتجداتك أو أخبارك أو your news and stay up to date with your stuff بقدر أبعث لك لكل my accounts but basically they can log in على my website which is www.mirrorsofminds.com وعليك كل my links سواء كان البودكاست لmy Instagram أو حتى لmy LinkedIn حلو كتير نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك Thank you عمر اللي بدك تأثري فيها على كل العالم which has already started بالتوفيق شكرا عمر Thank you لأي شخص حابب يتواصل معاي أو يشاركني أراءه بالنسبة للمواضيع لطرحة اليوم رح أترك لكم الرابط أو اللنك لصفحة الإستجرام في وصف الحلقة أو الدسكريبشر وما تنسوا تعملوا share و subscribe إذا فيه إشي تعلمتوه وحبيتوه في الحلقة وحابين تشاركوه مع غيركم ودعبكم هاد رح يساعد في توصيل رسالة يوماً ما لعدد أكبر من الناس نراكم في الحلقة الجاي